اهلا وسهلا فيكم مطبخنا في كروتبخة مع ام احمد وصفتنا لليوم الستلاشة التركي بطريقة بسيطة وسريعة اللي هو عنا الرزب حليب وصفتنا لليوم من المطبخ التركي حلاء مميز بنكهته مختلف اختلاف بسيط عن الرزب حليب اللي احنا بنعمله نكهته عن جد مميزة ورائعة اليوم درجة كتير هاي الوصفة وصارت مطلوبة وحتى بتتقدم في كتير من الكافيهات وبطعام مميز رح نعملها احنا في البيت بتطلع معنا اطياب وانضاف واشها خلينا نشوف كيف طريقة تحضير هاي الوصفة المميزة وعلى فكرة هي تقدم ساخنة ولكن الاطياب انها تقدم باردة في البداية هون استخدموا كوب سواء كوب معياري او كوب عادي نفس الكوب انا هون استخدمت نص كوب من الرز الحبة القصيرة غمرته بالماء ونقعته لمدة عشر دقائق بعدين بصفيه من الماء وبضيف عليه كوبين من الماء انا هون استخدمت الماء الساخن حتى اسرع عملية سلق الرز طبعا هاي هي الطريقة لكل نص كوب رز بنضيف له كوبين من الماء على نار متوسطة بنقلبهم شوي وبنتركهم على نار متوسطة لتفتح حبة الرز وتستوي وكيف بنعرف بتبدأ الماء تختفي عن حبات الرز وبتظهر حبات الرز حجمها اكبر وبهاي الطريقة صار فينا نضيف الحليب المتبقي بالنسبة للحليب هون رح نستخدم الحليب السائل الفرش بنفس الكوب طبعا اللي استخدمناه بدنا نضيف اربع اكواب من الحليب بس انتبهوا معي شو رح اعمال هلا الاربع اكواب ما رح اضيفهم كلهم رح اضيف ثلاث اكواب وهيك ضفنا الكوب الاول رح نضيف الكوب الثاني والكوب الثالث اذا ما توفر عندك الحليب الفرش ممكن اضيفي لك كل كوب ملعقتين من الحليب البودر كوب ماء مع ملعقتين من الحليب البودر هلا الكوب الرابع بنتركه على جنب اذا هاي الثلاث اكواب رح اضيفها على الرز مباشرة وبابدأ بعملية التقليب وهون مفروض فينا نخلي ايدنا كل شوية في الخليط لحتى ما يلتسق ونستمر في عملية تقليب الرز خصوصا انه انا مستخدمة هون تنجرة ستانلس نستمر بعملية التقليب لحتى ما يغلي عنا الحليب مع الرز هلا الملعقة عفوا الكوب الرابع رح نضيف له ثلاث ملاعق من النشا طبعا ملعقة النشا مليانة مثل ما شفتوا ثلاث ملاعق من النشا بقلبهم كتير منيح مع كوب الحليب اللي ضل هلا اثناء عملية التقليب بننتبه انه بلش عنا يسمك الحليب مع الرز وبعد الغليام بنبدأ باضافة المنكه هون فقط الاضافة هي الفانيلا رح نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا او اذا عندك فانيلا سائلة ممكن اضفيها تعطيكي نفس النتيجة هلا بنستمر في عملية التقليب وبنبدأ باضافة السكر بالنسبة للسكر هون انا استخدمت نصف كوب من السكر ممكن تستخدمي لحد ثلاثين الكوب بنقلب السكر والفانيلا وهيك صار جاهز عقسة صنديف اخر كوب من الحليب مع النشا عنا كوب من الحليب ضفنا له ثلاث ملاعب من النشا هلا بنبدأ بعملية اضافته بالتدريج وبضل ايدنا بتحرك الخليط لحتى ما يتكتل عنا اي حليب ويعني يعطينا على شكل الكرات او تبين انه قوام مختلفة حتى يضل القوام متجانس نستمر في عملية التقليب بصورة سريعة لنحصل على خليط بنفس السماكة طبعا النار عنا هون منخفضة وهيك صار تقريبا جاهز معنا اخر اضافة عنا قبل ما ندفي الغاز راح نضيف ثلاث ملاعق من الكريمة البودر وهي هي يعني الاضافة السرية اللي يستخدموها الكافيهات لما يقدمونا اياه وبكون طعمه مختلف ومميز ممكن فيه هون حدا بضيف القشطة بس كتير الكريمة اطياب تعطي نكهة كتير مناسبة مع طعم الفانيلا يعني هي اطياب نكهة ممكن انه تضيفوها هلأ لانه بنندخلهم على الفرن حتى يعني على الشواية راح نستخدم الاطباق الفخارية لانه بتستخدم يعني بتتحمل الحرارة فرح نبدأ بعملية توزيع الرز بحليب او الستلاش بالاكواب الفخارية ورح نستخدم كمان نوعية تاني من الاكواب اللي هي بتدخل على الفرن اللي هي اكواب السفلي اذا بتعرفوها او عندكم مثلا نوعيات بتدخل الفرن هي نفس الفخار ممكن انه نعملها وما تتأثر بالحرارة او ممكن تستخدموا هون اطباق الصغيرة من اطباق البايريكس يعني بتتحمل الحرارة بنفس الشكل هلأ هون راح احطهم بصنية لانه هتدخل الفرن ورح اسكب عليهم تقريبا نصف لتر من الماء المغلي طبعا لاني ما بديهم يتنشفوا او يتأثروا من تحت او يحترقوا رح اضوي الفرن بس على الشواية على درجة حرارة 200 وهون منخلي عيننا عليهم لانه لنحصل يعني على اللون اللي احنا بدنا يائز احسيتوا انه في اشي اكتر من اشي بتراقبوا بتغيروا مكان الاطباق لحتى ما تحصل كل الاطباق على نفس الالوان شايفين كيف انا رفعت الشبك كتير عالي يعني على اعلى درجة ارفعوا الشبك وهيك صاروا جاهزين شوفوا ما شاء الله الالوان اللي طالعا مباشرة بطلعهم من السنية وبحطهم على فقطة مطبخ حتى يبردوا وهون بنا نتركهم يبردوا برا يعني بالهواء او بدرجة حرارة المطبخ تقريبا ساعتين ليبردوا تماما بعدين بدخلهم على التلاجة ممكن تقدميهم بعد الساعتين انهم ساخن لكن الاطياب انه نقدمهم وهم منباردين او ثاني يوم ممكن تعمليهم بالليل لثاني يوم تقدميهم بتزينيهم باي نوع من المكسرات هون احنا زيناهم بالفستق الحلبي طعمهم عن جد روعة وبشاهي لو تجربوهم متأكد ان شاء الله انها راح تعجبكم هالوصفة ولاحظوا معي هون المقدار اللي عملناه طالع ما شاء الله مقدار عائلي يعني ممكن انت تستخدمي نصف المقدار اذا حاسة انه كتير او ممكن تضاع فيه اذا كانت عيلتك اكبر شوفوا هالاشكال اللي طالعا معنا عن جد روعة وبتشاهي بتمنى ان شاء الله هالوصفة تعجبكم جربوها بتختلف عن الوصفات اللي احنا متعودين عليها بالنسبة لسماكة الرزب حليب اللي احنا متعودين بنعمله بكون قوامه مختلف كثير عن هذا القوام حتى المطيبات اللي احنا بنستخدمها مختلفة هون فهون الطعم كثير مميز وصارت هاي الوصفة مطلوبة اليوم حتى لولادنا اكثر من الوصفة العادية اللي متعودين عليها صحة والف عافية شكرا لكم على حسن المتابعة بتمنى ان شاء الله تدعموا الفيديو بالضغط على زر الاعجاب ولو اول مرة بتزوروا القناة ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات لا يوصلكم كل جديد يسعد كل اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة